أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى خلقنا في هذه الحياة وطلب منا جميعا أن نعبده سبحانه وتعالى وأن نعمر الكون فقال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال عز وجل هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها غير أن الإنسان في هذه الحياة لا يسير على وتيرة واحدة وإنما تعتريه حالة ثم تتغير تلك الحالة إلى حالة أخرى وهكذا فلا يسير الإنسان في نظم واحد منذ أن يولد إلى أن يلقى الله عز وجل وإنما هناك أحوال هناك تغيرات ستحدث وهذه سنة الله في خلقه وكونه الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير كما قال الله عز وجل في سورة الروم فالتغيير هذا من سنن الله في خلقه فالإنسان قد يكون سعيدا لفترة من الفترات ثم إذ به يبتلى بأي شيء بنقص في ماله بوفاة أحد أقاربه مثلا بأمراض بكذا كذا يعني الابتلاءات كثيرة ولذلك يقول الله عز وجل وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَ تُرْجَعُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ ثم يأتي الله سبحانه وتعالى في هذا المقام ويضع لنا المنهج الذي إذا ما سرنا عليه هدأت أحوالنا واستقرت نفوسنا واطمأنت قلوبنا فيقول الله عز وجل لنا يا أيها الناس ستبتلون وستأتيكم أحوال مختلفة متعاقبة بعضها تحبونه وبعضها تكرهونه في هذا المقام عليكم دائما وأبدا أن تستعينوا بالصبر والصلاة دائما وأبدا أطلبوا العونة من الله سبحانه وتعالى بالأخذ بالأسباب من أهم الأسباب أن تصبروا ومن أهم الأسباب أن تصلوا حافظوا على الصبر وحافظوا على الصلاة يا أيها الذين آمنوا نداء من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءتهم رأة تستشيره وتطلب منه أن يدعو لها يا رسول الله هذه المرأة تصاب بالصرع أو كانت مصابة بالصرع فتقول يا رسول الله ادعو الله أن يشفيني فالنبي عليه الصلاة والسلام لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى يعلم أن الله سبحانه وتعالى يقول واستعينوا بالصبر والصلاة يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة قال لها إن شئت دعوت الله لك يعني لو حب أدعو الله سبحانه وتعالى أن يشفيك فعلت وإن شئت صبرت ولك الجنة قالت يا رسول الله إذن أصبر مدام أن الصبر طريق يوصلني إلى الجنة إذن أصبر يا رسول الله إذن أصبر غير أني أتكشف يعني حينما تأتيها نوبة الصرع تنكشف عورتها فادعو الله لي ألا تنكشف عورتي فدعى الله عز وجل لها الاستعانة بالصبر أن يصبر الإنسان أن يحبس نفسه عن التصرف الذي يعارض الأداب الشرعية عن أن يتلفظ بلفظ لا يرضي الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا يقول إنا لله وإنا إليه راجعون لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ثم المحافظة على الصلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر ألم به أمر ماذا فزع إلى الصلاة قام فصلى حتى كان دائما يقول لسيدنا بلال أرحنا بها يا بلال ولذلك فقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل الأهل في التحل بالصبر والمحافظة على الصلاة وذلك لأنهما من الأسباب التي بهما يأتي عون الله سبحانه وتعالى فيا أيها المشاهد الكريم إذا أردت أن يعينك الله عز وجل إذا أردت أن يأتيك العون والمدد والصلاح والتوفيق وأن يكون الله عز وجل معك فخذ بالأسباب من هذه الأسباب اصبر من هذه الأسباب حافظ على الصلاة يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وأن يمدنا بمدده العظيم وأن يكون دائما وأبدا في عوننا إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وهو حسبنا ونعم الوكيل إلى لقاء آخر أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته